الثعلب الأحمر المعروف علميا باسم فالبس فالبس هو حيوان ثدي آسرا وقابل للتكيف وقد نحت مكانه في كل من النظم البيئية الطبيعية والفولكلور البشري بفضل فراءه الخمري المذهلي وملامحه الحدة وسنوكه الماكر فإن الثعلب الأحمر هو نوع اكتسب سمعته باعتباره مخلوقا ذاكيا وواسع الحيلة موطنه الأصلي مجموعة واسعة من الموائل التي تمتد من التندرا في القطب الشمالي إلى المناطق الحضرية ويتميز الثعلب الأحمر بقدرة رائعة على التكيف مع البيئات المتنوعة تنعكس قدرته على التكيف في نظامه الغذائي الذي يشمل الثديات الصغيرة والطيور والفواكه والحشرات وقد مكنت هذه الطبيعة أنهيمة الثعلب الأحمر من الازدهار في مجموعة متنوعة من المناظر الطبيعية مما يجعله واحدا من أكثر الحيوانات آكلة اللحوم انتشارا في العالم واحدة من أكثر السمات المميزة للثعلب الأحمر هي معطفه المذهل والذي يتراوح من اللون الأحمر الداكن إلى اللون الذهبية يخدم الزيل رقيق المعروف بالفرشات أغراضا متعددة يعمل بمثابة أداة مساعدة للتوازن وغطاء دافئ أثناء الطقس البارد ووسيلة اتصال ويعتبر الزيل عنصرا حاسما في تشريح الثعلب الأحمر قدرته على تدوير أذنيه بشكل مستقل تسمح للثعلب بتحديد موقع الأصوات بدقة مما يساعده في مساعي الصيد يشتهر الثعلب الأحمر بذكائه وكان شخصية محورية في العديد من الأساطير والخرافات والحكايات الشعبية عبر ثقافات في الفولكلور الأوروبي غالبا ما يتم تصوير الثعلب الأحمر على أنه محتال ماكر يتفوق على الحيوانات الأخرى وحتى البشر وقد ساهمت هذه السمعة في الجاذبية والغموض الدائمين الذين يحيطان بهذه الأنواع على الرغم من قدرته على التكيف والتوزيع على نطاق واسع يواجه الثعلب الأحمر تهديدات مختلفة بما في ذلك فقدان الموائل والإطهاد والأمراض تتعدى الأنشطة البشرية مثل التحضر والتوسع الزراعي على الموائل الطبيعية للثعلب مما يؤدي إلى زيادة الصراعات والتنافس على الموارد تعتبر جهود الحفظ حاسمة لضمان بقاء هذه الأنواع المميزة بالإضافة إلى أهميته البيئية يلعب الثعلب الأحمر أيضا دورا في البحث العلمي إن سلوكه وتواصله وقدرته على التكيف يجعله موضوعا قيما لدراسة الجوانب المختلفة للبيئة والسلوك الحيواني يكتشف الباحثون باستمرار رؤى جديدة حول الهياكل الاجتماعية المعقدة وطرق الاتصال التي تستخدمها الثعلب الحمراء في الختام الثعلب الأحمر مخلوق رائع ومتعدد الاستخدامات ترك بصمة لا تمحى على كل من العالم الطبيعي والثقافة الإنسانية من قدرته على التكيف في بيئات متنوعة إلى دوره في الفولكلور والبحث العلمي يستمر الثعلب الأحمر في أسر خيال أولئك الذين يواجهونه وبينما نسعى جاهدين للتعايش مع الحياة البرية فإن فهم وتقدير الصفات الفريدة للأنواع مثل الثعلب الأحمر أمر ضروري لتعزيز علاقة متناغمة مع العالم الطبيعي ترجمة نانسي قنقر